سنقرأ من 15-11 نوفمبر لبداية شهر 12 عام 2023 سنقرأ للبرج صاحب الشخصية الرائعة جداً والجذابة وخصوصاً لديه عيون كالسحر قادر من خلالهن كسب القلوب الأشخاص اللي حوله أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جداً برج الحوت الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجلد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعاً للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون بالفترة القادمة بإذن الله تعالى لقد تجاوزتم فترة كانت مش سهلة عليك وتعرضتوا لبعض الغدر والخيانة من أقرب الناس إلكوا وخصوصاً هناك أشخاص كنت دائماً يتمدهم بيد العون وتساعدهم ولما أنت طلبت مساعدتهم ما لقيتهم جنبك خيبوا آمالك سروا تشعر في الوحدة رغم كثرة الناس حولك ولكن هذا الموضوع رح يعطيك دفعة إيجابية ورح يخليك أنك تثبت وجودك أمام الأشخاص اللي من حولك ستقم بإنجاز رائع جداً تفتخر به تتفوق على أحد المنافسين اللي من حولك اللي ينظر إلي نظرة الغيرة والحسد لن تكون وحيداً سيلتفوا الكثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية ستكون نشيد جداً في الأعمال الإضافية وخلاف العمل الأساسي أيضاً اللي أنت قائم عليه بهدف بهدف أنك تدخل الدخل كتحسين على وضعك المالي ستنجح أنك تدخل مبلغ مالي جيد جداً آخر الشهر ورح تشتري فيه مشتريات غالة الثمن كخاصة أو أشياء من هذا القبيل وفي أشخاص عندهم تغيير مسكن وأيضاً فيه عندهم تحديث مركبة أو شراء مركبة جديدة احذر من أحد الأبراج الترابية هذا الشخص يحاول أذيتك ودائماً بزرع الفتنة بينك وبين الأشخاص اللي حولك ولكن سيتجرأ سيحاول أن يقوم بأمور ما خلف الطبيعة مثل أعمال السحرية وأيضاً سحر الطعم لأنه من الأشخاص المقربين كيف يعني سحر الطعم يا أصدقائي وهذا السحر هو أخطر أنواع السحر اللي هو ممكن ينحط لك بالأكل أو بكاست الشاي أو بالمي حاول قدر المستطاع أنك يتميز صديقك من عدوك وخصوصاً قربتلك أن هذا الشخص من الأبراج الترابية هناك تغير في الأمور الاجتماعية تخلص من بعض الأشخاص اللي كانوا حاطين أقنعة على وجوههم وكانوا على أساس أنهم أصدقائك ولكن ستضح الصورة أمامك واستكتشف صديقك من عدوك ما رح تتردد أنك تنهي علاقتك فيهم تتعرف على أشخاص رائعين جداً وخصوصاً بالسفرات القصيرة تحدث معهم بأمور رائعة جداً تثير اهتمامك وفضولك وخصوصاً وخصوصاً سنعجبوا بالأفكار اللي عندك والمشاريع التي تدور في رأسك بس حاول قدر المستطاع أنك لا تأخذ أي قرار بشكل سريع جداً بخصوص هذول الأشخاص وخصوصاً أنك عرفتهم بالآونة الأخيرة دائماً يا أصدقاء الواحد أول ما بتعرفه ويكون ذهب صافي بعدين بتغير بتغير تبين معدنه الأساسي وإنت معدنك ذهب صافي هناك وجوع خصوصاً للمنفصلون هناك شخص علم أنك قطعت علاقتك فيه بسبب أنه خيب آمانك وما أوفى بالوعود إلا أوعدك فيها هذا الشخص سيرجع وهو صاغر ويطلب منك المسامحة سيحاول أنك ترجعوا زي بعض مع بعض مثل أول لكن نصيحة يا صديقي يا برج الحوت اللي بيجرب اللي مجرب عقله مخرب أنت هذا الشخص جربته وعرفت شو هو من الناس فما في داعي أنك تقع بالفخ مرتين والمسلم ما بلد مرتين يا صديقي وخصوصاً أنه يبتسم لك الحظ أيضاً في الأمور العاطفية استعرف على شخص في الطرقات في الصدفة استرتاح لصحبته وتتحدث وعب أمور رائعة جداً وتثير اهتمامك وفضولك ورح تنعجب بهذا الشخص وهو سينعجبك كثيراً ورح يصرح لك بإعجابه وحبه إليك وإن شاء الله يكون نهاية هذه العلاقة الزواج الصالح هناك بعض الخلافات بينك وبين الشريك وخصوصاً المتزوجون بسبب بعض الأشخاص اللي يحاولون يصب الزيت على النار وزرع الفتنة حاول قدر المستطاع أنك لا تستمع للإشاعات لأنك رح تسمع حكي عن الشريك ما صار من الأساس وهدفه أنه يصبح يصبح انفصال فلا تدع هذول الأشخاص أهدافهم تتحقق أما الأشخاص اللي عندهم مشريك حياة مستقبلي كيف يعني مشريك حياة مستقبلي يعني بكون في شخص متفق إنت وياه على الزواج في إذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الأجل يبتسم لك الحظ في الأمور العاطفية والفرصة متاحة لإتمام زواج ناجح تتحدث معه بأمور رائعة جدا رح تكثره من كلمات الحب والرومانسية وخصوصا هناك لقاء بينك وبينه بالاسبوع الثالث رح تحضر رح تأخذ هدية رائعة جدا تعد الزابطة الحب بينك وبين الحبيب وهتحددوا موعد الزواج وأيضا التجهيزات والله يتمم على خير وألف ألف مبروك للي بحالفهم الحظ من موليد برج الحوت أما في الأمور الدراسية هناك بعض التراجع وخصوصا بالفترة الأخيرة بسبب أحد الزملاء الذي يشغل بالك ودائما بتفكر فيه مش قادر تركز على أمورك الدراسية هذا الموضوع خلى أمورك تتراجع إلى الوراء حاول يا صديقي يا برج الحوت إنك تستعيد نشاطك وعافيتك وأيضا ترجع زي أول عبرنامجك القديم في مجال الدراسة وإثق تماماً يا صديقي يا برج الحوت بطريقة هاي إنك تستعيد اللي راح منك والقادم كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى لا تنسونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس بحبكو من كل قلبي بحبكو من كل قلبي موسيقى عبكو من كل قلبي موسيقى